احلى ميس عليكم فيديو جديد نهاردة ومنتج جديد هنجرب المنتج ده. ده منتج ناس كتير محتاجة الفترة اللي جاية خصوصا بعد ارتفاع اسعار البيض. البيضة باقي بستة جنيه. ومعندناش استعداد ان احنا نرمي اي حاجة من البيض. زي اولادنا الصغيرين لما بتسلق لهم البيض بيأكلوا البيض وبيرمولنا الصفار. احنا المفروض ان احنا عندنا حل للموضوع ده النهاردة وهو الجهاز ده. زي ما حلالكم شايفين في الفيديو اللي هو المفروض ان الجهاز بيخلط البيض بالصفار قبل السليق وبعد كده بنسلق. وانقشر نلاقي الخليط مع بعضه ان البيضة كلها في بعضها. وبيبقوا خليط واحد يعني احنا هندحك عليهم. هم بقى هيقتنقوا بالكلام ده ولا لأ? وهل التجربة هتنجح والجهاز ده هينجح فعلا ولا لأ? هو فيديو بصراحة مستفز جدا وان انا شفته الكلام ده قوانطة ولا حقيق. الجهاز بتاعنا هو جهاز صغير خالص كده. المفروض ان احنا بنفتح البيضة ونحط الحاجة زي ما شوفنا في الفيديو بالزبط معانا بقى البيضة اليتيمة دي. هنحطها وهنشوف هيحصل لها ايه جوة وهتتخلط ولا لأ? المفروض ان احنا بنفتح غطة زي ده. بنحط البيضة كده. وبعد كده بنقفل الغطة عليها. هي فيها حاجة من السيليكون تقريبا عشان تحكم البيضة جوه. بعد كده بنقفل الغطة ده. المفروض ان احنا بنشدها شوية زي برضو ما شفنا في الفيديو. شدتين تلاتة اربعة نقلب الصفار في البياض. المفروض ان بيحصل العملية دي جوه ان البياض بيقلب الصفار. قد شوية تشد صغيرين مش كتير قوي. هنروح نسلق البيضة. وبعد كده نرجع نشوف الاختراع على فشل ولا نجح. واحنا مع بعض على الفيديو. بسرعة يلا. وبعد ما ضربنا وسلقنا وعملنا كل اللي المفروض نعمله. عشان الصفار يطلع مخلوط في البياض. دي البيضة الحزينة اللي كانت معنا ما تسلقت هنجرب كده ونشوف ايه الدنيا جوه. تعالى ادم كده. ادم كان حابب يشارك معنا في الفيديو فهنشاركه معنا. كده تمام انا متشكرين ادم على المشاركة الهيلة دي. ايه بقى ده? ايه تبقى? هي ايه لازمتها المعلقة مش مهمة? ايه مسفير ايه. والله شكل التجربة اه نجحت. بس هي هي فيها صعوبة في التأشير. يعني غير لما تكون كل حاجة لوحدها. لما يبقى البقاء لوحده وصفار لوحده. بتبقى سهلت التأشير. لكن هي هنا خلطت فعلا البياض بقى في الصفار والصفار بقى في البياض ومش بين لها ايه? لا بياض ولا صفار. والله انا مبسوط وسعيد جدا ان التجربة نجحت وان فعلا الجهاز ده خلط البياض بالصفار. ودي حل مشكلة الرمي الصفار ده تقريبا تلاتين في من اطفال العلم كله بيرمي الصفار. يعني معظم الاولاد صوارين ما بتحبش الصفار. تاكل البياض بس وتسيب الصفار طبعا الصفار بيت رمي يعني في اخسارة يعني. بيضة بستة جنيه. ما قشرنا بقى البيضة خلص اهو. وخلصناها نفتح بقى كده من النص كده ما نشوف. اهو. ولا بياض ولا صف كله في قلب بعضه. بياض في صفار في كله. بصراحة التجربة هايلة. والجهاز طلع جهاز ناجح. وطبعا الولاد ياكلوا كده على طول. عجبتني التجربة وعجبني الجهاز. وفعلا خلط البياض بالصفار. انا كنت في بداية الفيديو ما كنتش متفاعل خالص بما ده. وقلت ان الجهاز ده هيفشل. ولكنه نجح فعلا. وعمل لنا البيضة صفار في بياض. كلها قطعة واحدة كده. او حابين تحصلوا على الجهاز ده وقت هنسيب لكم سعر وطريقة الحصول عليه في صندوق الوصف او في التعليقات لو على الفيس. ولو عجبتكم التجربة يا ريت تعملونا لايك وتعليقاتكم طبعا اللي احنا ممساخناش عنها. هنشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. السلام. بما ان العيال ما عقدنا في موضوع اكل البيض ده فالراجل ده راح اشترى لهم بقى الجهاز ده. الجهاز ده بقى بيعمل ايه? هو هيفتح ويفرجنا يعني. ده جهاز بيتحط فيه البيضة. اه البيضة نية يعني مش مش مسلوقة. اه موجودة لي حبل كده عشان يتشد منه. بص هو هيفتح دي كده ويحط البيضة نية. هيقلب بقى السفار في البيض. عشان العيال تحرم ترمي البيض وتسيب لنا السفارة. طبعا جهاز اه اختراعة بجد. بص هيقعد يشد كده في البيضة كم مرة كده وبعدين حطها تتسلق. هيطلعها بقى من المية ونشوف بقى ايه اللي حصل فيها. اشعرها تمام? ايه بقى اللي جوة? اه بقى على صفار. يا سلام. بيض على صفار. والله. طبعها بقى بصوا مفيش كوا حاجة. هي كلها صفرة في بعضها. طبعا العيال من دول هيومرى مهلنا كلها للا بيض ولا صفار. بس.